ايه حقيقكم اللي احنا نسافر الى المريخ فيه اسئلة كتيرة هتيجي في بلنا ازاي هنسافر الى المريخ واحنا مش معانا بدل فضاء او مركبات فضائية او حتى المعلومات الكافية على المريخ مثل سطحه ودرجة حرارته وحاجات تارية كتير لكده احنا معاكم عشان نعرفكم كل حاجة على المريخ اهلا بكم معكم العالم الصغير دلوقتي هيتكلم على الكوكب المريخ او الكوكب الاحور طب ليه ساموا الكوكب الاحور لما العلماء شافوا البعثات وشافوا صور اللي بعتتها البعثات لحظوا الليلونه احور لكنه ساموه الكوكب الاحور لسبة للونه وهو الكوكب الرابع بالحيث البعد عن الشمس وهو الجار الخارجي للارض يعني إيه الجار الخارجي؟ يعني يعتبر من أقرب الأجراب السماوية للأرض وكل حاجة لها تصليف في الكون لكده لازم يكون لكوكب المريخ تصليف تصليف كوكب المريخ كوكب صخري أي كوكب لا عرف مش عليه أما عن كتر المريخ فهو يصل إلى حوالي ستلاف سماوية تلين وتسعيل كيلو متر لما نحن نلاحظ الكتر لكوكب الأرض 13 ألف كيلو متر يعني لكوكب المريخ نصف كتر الأرض أما عن مساحته فتصل إلى ربع كوكب الأرض ويدور المريخ حول الشمس في مدار بيضاوي ويدور حولها في المدة تصل إلى 228 مليون كيلو متر وهو يعتبر ثالي أصغر الكواكب بعد عطارت دلوقتي عزين لعرف الكوكب البريخ عده قمر وهل القمر ده شبه قمر كوكب الأرض وهو عنده قمرين قمر اسمه ديوس وقمر اسمه فوبوس وهما غير منتظمين الشكل يعني بالشبه القمر الخاص بالأرض يعني شكلهم عام شبه البطاطس طب هتقول لي ليه عشان مساحتهم قليلة لكذا يأخذوا شكل كروي ويتكون الغلاف الجوي الخاص بالمريخ من غاز سنة أساسي الكربون والليتروجيل ومخاري الماء وغازات أخرى أما عن فصول السنة ومسال الفصول الموجودة على الأرض لأن فترة دوران متشابهة بين المريخ والأرض أما عن درجة حرارة السطح على المريخ فتصل إلى 27 درجة والصغرى 133 درجة تحت الصفر الجزء اللي هقول لي دلوقت بالحلقة هو يعتبر أهم جزء من الحلقة وهو الماء على سطح المريخ يعتقد العلماء أن المريخ عليه ماء طب هتقول لي الماء ده هو سائل ولا جليدي ولا في سورة الغازية ولا هو جبنين ولا إيه حكايته الماء ده جبن المزنبات هبطت على المريخ المزنبات تشكيلها بيتكون من الجليد الجليد اللي هو التالج مصنوع من المية يعني لما هبطت على كوكب المريخ ثبت المية على كوكب المريخ المية دي اتجمد في الكطب الشمالي والكطب الجنوبي لكده لما حلا هنعمل مستعمار على سطح المريخ ممكن نستخدم المية دي اللي احنا نعيش عليه والإنسان يخطط للصفر إلى المريخ عام 2035 في سؤال حيجي دلوقتي هل المريخ عنده جبال شبهنا هو عنده جبال وديان وأخاديد والجبل الأكبر في المجموعة الشمسية كلها موجود في المريخ اسبه جبل أولينبوس مونس وفيه أخدود أكبر بكتر من جراند كانيو وفيه تمام مركبات فضائية على المريخ أشهرهم ومارس إكسبريس أما عن الحياة على المريخ هذا الكوكب يمكننا العيش عليه وأن الإنسان قادر على التطوير ظروف عليه لكده وبيحتوي على المأسائل والدليل على ذلك التحقيقات التي تمت من خلال المركبات الفضائية ومنها سبريت وفينيكس التي أكدت من خلال الدلائل إلى أن الكوكب صالح للسكن وهناك أيضا اختبارات عديدة تظهر أن التربة تحتوي على حمود قلوية وتحتوي على البوتاسيوم والمغريسيوم والسوديوم وكولوريد وهي مغزية للطربة التي تساعد على دعم الحياة في عام 2018 العلماء اكتشفوا بحيرة تحت منطقة جليدية على وسط حلم الريخ يعني ممكن تكون البحيرة دي فيها مياه وفيها عاجات بكتيريا بتتغزي عليها يعني فيها بغلاءات دقيقة ممكن تكون عاشة فيها دا يثبت اللي عليها حياة على المريخ خلصت حلقتنا النهاردة وهي تعتبر من أحب الحلقات اللي أنا عملتها وفيها اللهاية هي بداية لحلقات أخرى انتظرونا كان معكم العالم الصغير من قناة ترداشة عائلية ترجمة نانسي قنقر